أنا أقول أن كل أبناء النجف الأشرف بكل شرائحهم وبكل أطيافهم وبكل طبقاتهم ممن لم يستفيدوا يستحقون أن تكون لهم قطع أراضي ولكن دعني أكون صريح في هذا الموضوع نحن عدنا رغبة أن نتعامل مع هذا الملف تعامل جدي وليس لإرضاء فئة أخرى يعني صح المواطن صوت عالي الإعلام بيركز على هذا الموضوع ولكن ما يخالف خلي تحملونا شوي نحن ذاهبين باتجاه أن نفرز قطع أراضي وأن نحولها إلى شركة المطور وهذه تجربة جديدة ستكون في محافظة النجف الأشرف تعلمون الاستفادة من قطع الأراضي يكون بثلاثة توجهات التوجه الأول أن تعطي قطعة أرض للمواطن هو يبنيها وهذا بلا شك سيكون هناك عشوائية في الموضوع خاصة ونحن مقبلون على تطوير المحافظة على إنشاء نجف جديدة مدينة النجف الجديدة هذا إحنا عدنا رغبة بهذا الموضوع التوجه الثاني أن تعطي استثمار وأنتم تعلمون العامودي موضوع الاستثمار وما فيه من ملفات فسادة أنت قلت آني موجودة النقطة الثالثة لا أن نذهب باتجاه شركة مطور شن يعني شركة مطور هي اسمها مطور لو؟ لا لا الفكرة عبا عند يسوي علاج الشركة لا لا الفكرة يعني هذه قطعة الأرض لنفترض فرزنا كذا دونم الريد الوزحة لفلان شريحة مثلا هذه الشركات تأتي يعني مسبقا وتقوم بتأهيل كافة الخدمات لهذه المساحة المفروزة كبنى تحتية بنى تحتية متكاملة بها ماي بها مجاري بها تبليط بها طرق عامة بها كهرباء وهذا قد يعني يجعل السعر مرتفع قليلا على المواطن ولكن قيمة الأرض سترتفع أضعاف أضعاف اشتركوا في القناة